جاب لكم معنا النهاردة عربية. مفيش منا غير قطعة واحدة بس في مصر البي ام دابلو ا المفور غير طبيعي. وطبعا اللي جابب لنا العربية دي انا في مصر واحد من اعلام البي ام دابليو المهندس محمد شميز ازيج باش مهندس؟ زيكد الشهور. اخبارك ايه؟ الحمد بالله. قولي بس الاول ايه اللي يخليك تجيب عربية بالقوة دي. كل واحد بيجيب عربية بيجيب عربية علشان يشبع رغبات عندنا. انا من شوارع في مصر ممكن تستحمل الربعمائة خمسة عشرين حصان اللي في العربية دي? لأ. طب يبقى بتطلع بيها اصدك بقى تسفر مسلا طرق مفتوحة. بعد الساعة اتناشر بالليل بحاول بقدر الامكان ان الطرق تبقى فاضية. عشان اعرف استمتع. احكي لي بقى كده وانت سرق لك بالعربية دي يعني احساسك ايه? والباور بتاعها ايه? هي اولا العربية قوية جدا. ودي من الحاجات اللي بتخلينا استمتع بالسوقات العربيات. اه القوة بتاعت العربية مش في الجري. بس اه في استجابتها للامر بتاع الامر بتاعها. مبروك العربية الجديدة. واحنا بقى هنوريكو ريفيو قوي جدا للعربية اللي موجودة معنا النهاردة ومش موجودة غير في اونتراك. معنا العربية البي ام دابليو الام فور الالفين وستاشر. عربية دي مفيش زاياها كتير مفيش منها في مصر غير قطعة واحدة. العربية دي في السوق المفروض اللي ممكن نقارنها به او مسيلاتها في السوق هي العربية السي المرسيدس الكوبي الام جي. دي الوحيدة اللي ممكن نقارنها بالعربية دي. اه العربية اللي بتجيب من سفر المية في ثلاثة وثمانية من عشرة ثانية. لكن العربية دي بتجيب من سفر المية في ثلاثة وسبعة من عشرة ثانية. الديزاين بتاع العربية من قدام مختلفش كتير عن الديزاين اللي بتطلع من بي ام دابليو. يعني هنشوف هنا الفتحات الخاصة بالتهوية بتاعت العربية هي هي نفس الشكل بتاع المعروف الدبانة يعني في بي ام دابيو. ده بيسمح بمرور الهوى داخل طبعا بخلاف الاكسودام اللي فيه كاربون فايبر. الاكسودام ده المعمول للعربية الام فور. الاكسودام زي ما انتو شايفين كده فتحات التهوية فيه و الديزاين الديناميكي بتاعه بيسمح بمرور الهوى علشان يبقى العربية تاخد المكسمم باور بتاعها وهي على الطريق. بعد كده معانا هنا الفوانيس اللي في العربية. العربية دي فيها فوانيس ادابتف زنن. العدسة بتتحرك تلقائي مع ملفات العربية. يعني لو داخل يمين العدسة بتبتدي تلف معاك. لو طالع مطاب العدسة بتبتدي تنزل. وطبعا الفوانيس دي فيها سينسورز علشان ما تدايقش اللي يكون ماشي قدامك وانت ماشي بالعربية. وطبعا الفوانيس دي هي واخدة اعلى تكنولوجي موجودة دلوتي في تكنولوجيا الفوانيس علشان تبعمل سيفتي قوي جدا للناس اللي سايقة العربية. ده بالنسبة للشكل الامامي بالنسبة للإكسودام الخاص بالعربية. نطلع بقى للكبوت. الكبوت هنا في معمول ديزاين ديناميكي برضو. الحانيات او الكيرفز اللي موجودة على الكبوت زي ما احنا شايفين. كل الكيرفز دي موجودة علشان تسمح بمرور الهوى. ما يبقاش فيه احتكاك ما بين العربية وما بين الهوى. طبعا ده بيدي مور للعربية والسرعة طبعا بتزيد والعربية وزنها كمان بيقل علشان ما فيش احتكاك ما بين العربية وما بين الهوى. هندخل بعد كده على اجناب العربية. اجناب العربية زي ما انتم شايفين التصميم الديناميكي بتاعها علشان برضو يحافظ على الهوى ما يحتكش بالعربية. ده الديزاين زي ما انتم شايفين الكيرفز دي كل الديزاين ده والكيرفز دي معمولة علشان كده. المرايات حتى كمان معمولة بشكل انثيابي زي ما احنا شايفين الشكل الديناميكي ده برضو عشان الهوى بخلاف فتحت التهوية الخاصة بالرفرف علشان تدخل هوى جوه الحوض بتاع المطور علشان يبرد شوية ده بالنسبة للجنب بالنسبة للسقف. السقف معمول بالكاربون فيبر طبعا الكاربون فيبر ده بيخلي وزن العربية وفي نفس الوقت الكيرفز الموودة دي علشان تمنع احتكاك الهوى بالعربية. كل الحاجات دي بتخلي العربية احتكاكها اقل مع الهوى بيخلي وزنها اقل طبعا بيديها باور اكتر وسرعة اعلى. نيجي بعد كده للجنود بتاع العربية. العربية فيها الجنود الامفور التسعتاشر انش قدام اه متين خمسة وخمسة على خمسة وثلاثين وورا متين خمسة وسبعين على خمسة وثلاثين. طبعا الكويتش واحد اعرض من الكويتش قدام علشان الاستابالي بتاع العربية. نطلع بقى ورا نشوف اه شكل العربية ورا او الفوانيس. العربية شكلها من ورا. الاكصدام بتاعها طبعا اعملين الاكصدام تاع الانفور ده برضه معمول بشكل ديناميكي علشان يسمح باكتناب الهوى او علشان الاحتكاك كذين. طبعا العربية فيها الشيكمان الانفور اثنين شيكمان مش شيكمان واحد. الاثنين شيكمان دول معمولين من النيكل كروم ودول بيحافظوا على برود العربية يعني طبعا العربية بالقوة دي وبالمطور ده بيبقى فيها باور عالي قوي محتاجين شاكمان يكون بيعمل تبريد علشان ما يدخلش سخونة جوه العربية وده الشاكمان اللي موجود معنا شانطة العربية زي ما احنا شايفين كده مساحتها مش كبيرة قوي لان العربية في الاخر عربية كوبية سبورت مش مخصصة ان انت تطلع بها صفر عائلي فالشانطة مش كبيرة قوي مساحتها صغيرة يعني يعني ممكن تاخد بكتير قوي شانطة واحد بس مسافر يلا نطلع بقى نشوف الكبوت المطور اللي جوا ايه نيجي بقى للمطور بتاع العربية المطور ده 3000 سي سي بيطلع ربعمية خمسة وعشرين حصان اول استوك طالع من المطور ده بيطلع ربعمية خمسة وعشرين حصان فيه ابجريد نزل للشركة نزلته بيخلي العربية بتطلع ربعمية خمسة وعشرين حصان والجي تي اس بتطلع ربعمية تلاتة وتسعين حصان الحوض بتاع المطور زي ما احنا شايفين حتى حطين فيه التونلز بتاع الكربون فيبر كل الكلام ده علشان يحافظ على برودة المطور ويحافظ على قوته وانه هو ما يسخنش كمان مع الشغل العالي الخاص بالباور هنا فيه التوين تيربو بتاع العربية ودايما بتحافظ شركة بيم دابلو على الشكل العام الخاص بالم باعلامة الام بكلمة الام باكلمة الام باكلمة دايما هتلاقيه الشكل ده طبعا الحوض مليان جدا مفيش اي مكان مطور كبير بيطلع باور عالي وكمان التورك بتاعه عالي لكن في النهاية كل الكلام ده على الطريق بيبقى مختلفة موسيقى